تواصل لمبادرة مئة يوم صحة فعالياتها بمحافظة الجمهورية تحت شعار معاك من أول يوم شهدت مدينة الخيالة إحدى المدن المطورة التي أقامتها الدولة بديلاً للمناطق الغير الآمنة بمحافظة القاهرة شهدت قوافلة طبية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للقاتنين بها في إطار حرص الدولة على تقديم جميع سبل الرعاية للمواطنين هناك وضمان استفادتهم من كافة المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة الحياة المقدمة لهم خلال تفاقزه قوافل المبادرة أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أن القطاع الصحي في مصر قد شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث سعى إلى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن وبناء الإنسان المصري لتحقيق رؤية مصر 2030 ترجمة نانسي قنقر